السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له أحد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه منتهى إليه بصره من خلقه سبحانه 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 وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين وإمام المرسلين وإمام المرسلين لبنة تمامهم ومسك ختامهم رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه وقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيتها الأمهات الفاضلات وأيها الإخوة والأخوات وطبتم وطابا ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك ومولاه أحبة في الله جبريل يسأل والنبي يجيب دروس في الإيمان والعقيدة والتوحيد أقدمها لأمة الحبيبة بأسلوب جديد في سؤال فريد وجواب موفق سديد فالسائل هو أمين وحي السماء والمعلم والمربي والمجيب هو أمين أهل الأرض إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم وذلك من خلال شرحنا لهذا الحديث الطويل المبارك الذي رواه الإمام مسلم والإمام أحمد وأصحاب السنن وغيرهم من حديث عمر عبد الخطاب رضي الله عنه يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني يعني كان أول من قال بنفي القدر في البصرة معبد الجهني عليه من الله ما استحقه قال فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلني المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله وظننت أن صاحبي ساكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن وتقفرون العلم وذكر من شأنهم يعني مبينا حرصهم على البحث والتنقيب ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف أي مستأنف أي لا يعلمه الله جل وعلا إلا بعد أن يقع فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وفي لفظ البخاري أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا فقال صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل يا عمر قلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أيها الأحبة نحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء الخامس والأربعين من لقاءات حدثني أبي كمنهج تربوي مفتقد تحتاج إليه الأمة الآن بكل أطيافها وطوائفها ما أحوجنا إلى هذا المنهج التربوي الرباني والنبوي لا زلت أتحدث عن التربية بالأخلاق أتحدث عن الأساس الأخلاقي كأساس رئيس في العملية التربوية برمتها لا يمكن أبدا أن نجرد العقيدة عن الأخلاق أو أن نجرد العبادة عن الأخلاق بل الأمة الآن في أمس الحاجة إلى هذا البناء الأخلاقي الأساس الأخلاقي الأول الأدب تحدثت عنه بالتفصيل والأساس الأخلاقي الثاني الصدق تحدثت عنه بالتفصيل ولا زلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث من أسس هذا البناء العظيم ألا وهو الأمانة فالأمانة خلق كبير وقد بينت في اللقاء الماضي حتى لا أكرر الأمانة لغة اصطلاحا وبينت تفسير سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا لمعنى الأمانة أذكر فقط في عجالة لأواصل التفصيل بعد هذا الإجمال قال الله عز وجل إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا قال ابن عباس رضي الله عنهما الأمانة هي الفرائض التي افترضها الله على عباده قال أبو العالية الأمانة هي ما أمر به وما نه عنه قال الحسن الأمانة هي الدين فالدين كله أمانة وقال ابن الجوزي رحمه الله الأمانة في القرآن الكريم على ثلاثة أوجه الأول بمعنى الفرائض كما في قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان الآية وكما في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون قال ابن عباس في تفسير الآية لا تخونوا الله بترك فرائضه ولا تخونوا الرسول بترك سنته ولا تخونوا أماناتكم ولا تخونوا الأمانة فيما بينكم بتضييعها ولا تخونوا الأمانة أي بتضييعها يبقى لا تخونوا الله بترك فرائضه ولا تخونوا الرسول بترك سنته ولا تخونوا الأمانة بتضييعها يبقى إذن المعنى الأول من معاني الأمانة في القرآن كما قال ابن الجوزية رحمه الله بمعنى الفرائض والمعنى الثاني بمعنى الودائع قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وسأتحدث إن شاء الله تعالى في وقت لا بأس به عن هذه الأمانة بين الناس أيضا ثم قال المعنى الثالث وهذا معنى جميل وفريد وقل أن ينتبه له قال الأمانة في القرآن بمعنى العفة واستدل على ذلك بقول الله تعالى قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين أي العفيف هذه هي معاني الأمانة عند السلف رضوان الله عليهم جميعا تعالوا بنا وقد بينت أن الأمانة ليست مجرد وديعة أؤتمن عليها أو تؤتمن أنت عليها بل الأمانة أشمل وأعم من الودائع فالودائع جزء من الأمانة أما الأمانة فيأشمل فالدين كله أمانة كما قال الحسن رحمه الله تعالى وقد اخترت هذا التفسير وهذا التأويل لمعنى الأمانة في الآية وقد فسرنا الآية في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا وعلى هذا إذا كان الدين كله أمانة فتعالوا بنا لنفصل جوانب الأمانة ومعنى الأمانة قلت الفرائض وأمانة وتحدثت عن ذلك وأواصل الحديث عن معنى الأمانة فأقول الفرائض وأمانة والجوارح أمانة جوارحي وجوارحك أمانة أيها المسلم هذه الجوارح السمع والبصر والفؤاد واللسان والأنف والفرج واليد والقدم إلى غير ذلك هذه الجوارح وهذه الحواس أمانة ليس من حقك أن تتصرف فيها كيف شئت ولا نبغي أن يقول الإنسان أنا حر في هذه الأعضاء أفعل بها ما أشاء لا بل أنت متعبد لله تبارك وتعالى بحفظ هذه الأعضاء وهذه الجوارح وهذه الحواس لأنها وديعة عندك وأنت مستأمن عليها وبهذا المفهوم قبل أن أستطرض وأطيل النفس فيه أرى أنه لا يجوز البتة لأحد أن يبيع عضوا من أعضائه لأنها أمانة عندك أنت مستأمن عليها أي هذه الأعضاء ليس من حقك أن تتصرف فيها اللهم إلا إذا كان هذا العضو أو هذا الأمر المتبرع به من الأعضاء التي لا تسبب خطرا على المنقولة منه والمنقولة إليه ما دام هذا العضو قابلا للتجديد كما قال الأطباء المتخصصون لا حرج أن يتبرع مسلم لا أن يبيع لا أن يبيع وإنما يتبرع معنى يقدمها عطاء منه وهبة منه لا حرج أن يتقدم بفص مثلا من فصوص الكبد على اعتبار أن الكبد ينمو مرة أخرى بإذن الله تعالى وهذه تجارة عظيمة مع الله جل وعلا أما هؤلاء الذين يتجرون بالأعضاء ممن يبيعون أو من الأطباء الذين لا يتقون الله تبارك وتعالى ويدخلون بعض المرضى المساكين إلى غرف العمليات لتشريحهم وتقطيعهم وتمزيق أعضائهم وبترها وبعد ذلك يبيعونها في الأسوق السوداء فهذا مال حرام وهذه جريمة كبيرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر مجتمعات المسلمين من هذا الوباء ومن هذا البلاء وهذا أمر أنا لا أستطيع يعني أن أبالغ وأن أقول أصبح ظاهرة لا لا أقول ذلك لا أقول بأنه أصبح ظاهرة لكنه واقع بالفعل وقد وقع كثير كثير من أولئك الذين لا يتقون الله سبحانه وتعالى ويعبدون المال يعبدون الدرهم والدينار ولو كان على حساب تقطيع أعضاء البشر ولا حوله ولا قوة إلا بالله لا حرج أيضا أن يتبرع أو أن يهب الإنسان لأخيه المسلم كلية من الكليتين إذا قرر الطبيب المسلم الثقة أن هذا المتبرع يستطيع أن يعيش بعضو واحد أو بكلية واحدة من هاتين الكليتين مثلا وهذا الذي سينقل إليه من المرضى يستفيد أيضا بهذا العض أما الدماء فلا حرج فيها لكن فيما عدا ذلك لا جزء لأحد على الإطلاق أن يفرط في جارحة من جوارحه أو أن يبيع جارحة من جوارحه تعمدت أن أبدأ بهذا الشق العلمي الطبي لأنني يعني أسأل فيه كثيرا فالجوارح وأيها الأفاضل أمانة ليس من حق أنا أن أفرط في هذه الأمانة وليس من حقك أنت حبيبي في الله أن تضيع هذه الأمانة فضلا عن أن نوظف هذه الأمانات التي استأمننا عليها ربنا واستودعها عندنا لا يجوز أن نستغلها وأن نستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى بل يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا على هذه النعم العظيمة وعلى هذه الحواس والجوارح أنا لا أدرك نعمة البصر والله لا أدركها لأن المبصر لا يدرك هذه النعمة لا يدركها إلا إذا فقدها لا يدرك نعمة السمع إنسان يسمع سيدركها إذا فقدها سيدرك نعمة الكلام من يعجز عن الكلام ولو لمرض في لسانه ولو لمرض في شفتيه سيعرف قدر هذه النعمة لا يعرف قدر نعمة التنفس وقدر نعمة الأنف إلا من أصيب بشيء من الزكام الخفيف الذي يحول بينه بين التنفس بيسر وسلاسة وسهولة نعم لا يعرف كثير من قدر هذه النعمة قدر التنفس بيسر وسلاسة إلا إذا أصيب بشيء من البرد وبشيء من الزكام يعرف قدر هذه النعمة نعمة النفس الذي يتردد في صدره زفيرا وشهيقا بلا ألم أو معاناة نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى فالجوارح نعمة وأمانة أنت مستأمن عليها وهذه وديعة عندك يجب عليك أن تراقب الله فيها وأن توظفها في طاعة الله وفي مرضاته وهذا شكرك لله على هذه الجوارح وتلك النعم اعملوا آل داود شكرا الشكر كما ذكرت قبل ذلك الشكر لغة مأخوذ من الظهور يقول العرب شكرت الدابة شكرت الدابة أي صادفت الدابة مرعا خصيبا فأكلت وامتلأت وظهر عليها أثر المرعة كذلك الشاكر لله جل وعلا يظهر عليه أثر النعمة فالشكر كما قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى هو اعتراف العبد بنعم الله تبارك وتعالى اعترافوا ظهور أثر نعمة الله على العبد ظهور أثر نعمة الله على العبد شايف التفصيل دابة ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا وعلى قلب العبد شهودا ومحبة وعلى جوارح العبد انقيادا وطاعة كلام عالي وغالي خلي بالك الشكر ظهور أثر نعمة الله على لسان العبد ثناء واعترافا ثناء على الله واعترافا له بالفضل وعلى قلبه شهودا ومحبة شهودا للمنعم جل جلاله ولفضله ونعمه وحبا له سبحانه وتعالى وحبا لنعمه وعلى الجوارح انقيادا وطاعة الشاكر هو الذي يوظف هذه النعم في طاعة المنعم سبحانه وتعالى قال الله عز وجل خلي بالك ولا تقف ما ليس لك به علم اسمع ان السمعة والبصرة والفؤادة ان السمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة الله دليل يحتاجه إلى وقفه دليل يحتاجه إلى وقفه لأن البعض يتصور يا أخو الله دي جوارح يا أخي وأنا حر فيها أعمل لنا عوزه أنظر إلى ما شئت وإلى من شئت واسمع ما شئت وفي أي وقت شئت وقلبي هذا ملكي أنا أحب من أشاء وأبغض من أشاء وأهوى ما أشاء لا 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 هذا خطأ هذا خطأ كبير أنت محكوم بكتاب وسنة أنت محكوم بشر بصرك محكوم وسمعك محكوم ومنطقك محكوم بشر وقيامك وجلوسك وحبك وبغضك وعطاءك ومنعك ودخولك وخروجك ما فيش أبدا شيء إلا ولدين الله عليك فيه حكم نعم أنت لا تستطيع أن تخالف قوانين البلد الذي تعيش فيه لا تستطيع أن تخالف دستور البلد الذي تعيش فيه بل من يقدح في الدستور ويقدح في القانون يتهم ويتهم بالخيانة العظمة بالخيانة العظمة فكيف تجروا إذن على كتاب ربك سبحانه وتعالى وعلى كلام نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف تقول أنا أخذ منه ما شئت وأترك ما شئت لا لا وأفعل في نفسي ما أشاء أبدا أنت عبد لله والعبد ملك لسيده خلي بالك العبد ملك لسيده أنا ملك لسيدي جل جلاله هو ينفع تقول على الله السيد آه نعم ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما فيش كلمة بتطلع كلا بدون دليل إذا كانت الحلقة حلقة عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السيد الله نعم الله سيدنا الله سيدنا الله مولانا فالمولى هو الله والسيد هو الله جل جلاله فأنا عبد لسيدي سبحانه وتعالى وأنا ملك الله لا أتصرف في جوارحي كيف أشاء ليس من حقي خلي بالك وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ الشاهد إن السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة الله تم تخلي بالك كده من لفتات القرآن البديعة ولطائف القرآن الجميلة لكن على أي حال ربما لا تزداد عجبا بهذه اللطائف إذا علمت يقينا أن المتكلمة هو الله فالله يتكلم معتقد أهل السنة والجماعة الله يتكلم وليس بالضرورة يا أخي إن تكلم الحق جل جلاله ليس بالضرورة أنه لكلامه يلزم ما يلزم العبد من أدوات للكلام كاللسان واللها والشفاة إلى غير ذلك لا حاش لله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكلم الله موسى تكليمه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لأن جهم بن صفوان عليه من الله ما استحقه قد عطل صفات الله جل وعلا ومنها صفة الكلام وقال وكلم الله موسى تكليمه خطأ خطأ أما للصح عندك إيه قال وكلم الله موسى تكليمه كلم فعل ماضي مبنع الفتح الله لفظ الجلالة مفعول به مقدم موسى فاعل مؤخر تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل خلل خطأ بل الخطأ عندك أنت وإنما الصواب وكلم الله موسى الله لفظ الجلالة فاعل موسى مفعول به تكليما مفعول مطلق مؤكد للفعل طيب ماذا تقول إذن في قول تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه لا تصعى أن تقول وكلمه ربه لا يستطيع عاقل وعالم بآلف باء اللغة أن يقول هذا الشاهد أن الله يتكلم جل جلاله سبحانه بمالق بكماله وجلاله فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك أي كل ما دار ببالك من صفات المخلوقين وأدوات التحدث عند المخلوقين لا ينبغي البتة أن تكون عند خالق الخلق وعند رب العالمين سبحانه وتعالى بل ليس كمثله شيء هو السميع البصير واخذ هذه القاعدة وطبقها على كل صفة من صفات الحق تبارك وتعالى لتسعد وتستريح وهذا هو الذي هذا الذي يقول هذا هو الذي امتلأ قلبه بجلال الله وعظمة الله وليس هذا تجسيما أو تشبيها كما يقول البعض أبدا أسأل الله أن يردنا وإياكم إلى الحق الذي كان عليه النبي وأصحابه والسلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والتابعين لهم بإحسان لهم الدين أسأل الله أن يحيينا وإياكم على هذا المعتقد الصافي وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا به تحت لواء إمام النبيين وسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه إذن أخي الحبيب وخلي بالك أختي الفاضلة ينبغي علينا أن نرجع في مثل هذه المسائل الدقيقة إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى أقوال الصحابة لأنهم أعلموا الخلق بمراد الله وأعلموا الخلق بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشاهد الجوارح خلي بالك من اللطيفة القرآنين لأننا حول أباء بعد الكلمتين دول ليه رب العزة في الآية دي قدم السمع في الآية دي بس يا مولانا لا بل ما من آية في القرآن الكريم كله إلا وقدم الله فيها السمع على البصر إلا في آية واحدة في القرآن كله خلي بالك من عاوزك تقرأ القرآن بتدبر أقول ما ذكر الله عز وجل الجوارح والحواس في القرآن كله إلا وقدم السمع على البصر إلا في آية واحدة ما هي هذه الآية ابتداء هي قول الله تبارك وتعالى في صورة السجدة ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لا آتينا إلى آخر الآية هذه هي الآية الوحيدة وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي قدم الله فيه السمع البصر على السمع ربنا أبصرنا وسمعنا لكن في بقية آيات القرآن يقدم الله السمع على البصر ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة ليه؟ خلي بالك أول جارحة يا سلام على جلال القرآن وجمال القرآن وهذا لم يكتشف إلا في السنوات القريبة القليلة الماضية أول جارحة تعمل في الإنسان حتى وهو في بطن أمه السمع جارحة السمع وأول جارحة تعمل حين ينزل إلى الدنيا جارحة السمع أما البصر فمتأخر قليلا لعدة أيام على جارحة السمع الجنين يسمع نبضات قلب أمه وهو في رحمها وإذا ما نزل من بطنها أول جارحة تعمل فيه السمع يسمع ثم بعد ذلك تأتي جارحة البصر بل ولا يتعلم الإنسان ابتداء في أولى مراحل تعليمه إلا بالسمع أولا ثم تأتي بعد ذلك بقية الجوارح الطفل لا تعلم أي معلومة إلا عن طريق السمع ابتداء تنادي عليه فيسمع اسمه فيعرفه تحذره ترجيه إلى آخره تقول ألف الأول ألف باء تاء ثاء فيعرف الطفل الألف أو الباء أو التاء أو الثاء إلى غير ذلك فلا يتعلم الإنسان أي علم ابتداء إلا بحسة السمع ثم بعد ذلك تأتي بقية الحواس فقدم الله عز وجل في آيات القرآن حسة السمع على حسة البصر وأنا أعجب ويزول عجبي إذا علمت وعلمت معي أن القرآن كلام الله فمصدرية القرآن دليل وإعجازه الآية دي ربنا سبحانه وتعالى أفرد السمع والبصر والفؤاد ما قلش لم يقل إن الأسماع والأبصار والأفئدة سيسأل عنهم الإنسان وإنما قال إن السمع مفرد والبصر مفرد والفؤاد مفرد خلي بالك من اللطيفة دي لأن دليل حبنا عليها الحكم إن السمع بالإفراد والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة لماذا أفرد ولم يأتي بالجمع لهذه الحواس كلية ليؤكد الحق تبارك وتعالى المسؤولية الفردية لكل إنسان فكل إنسان مسؤول عن نفسه عن بصره عن سمعه عن بصره عن فؤاده لست مسؤولا عن سمعي أنا ولست مسؤولا عن بصري أنا ولست مسؤولا عن فؤادي أنا بل أنت مسؤول عن سمعك وبصرك وفؤادك أنت ستسأل عن هذه الجوارح بمفردك ولا تزر وازرة وزر أخرى لطيف من أرق لطائف القرآن وإلا فقد جمع الله عز وجل هذه الجوارح والحواس في آيات أخرى كثيرة من آيات القرآن أما في هذا الموطن الذي ذكر فيه السؤال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا حين تحدث عن المسؤولية الفرضية لكل إنسان أفرد هذه الحواس حتى لا توهم أحد أنه سيحمل وزر نفس أخرى اللهم إلا في حالة واحدة أن يحمل الإنسان وزره ووزر غيره إن كان داعية من دعاة الضلال إن كان داعية من دعاة الكفر والفسق والإلحاد سيحمل وزره ووزر من أضلهم ووزر من انحرفوا بسببه عن طريق الحق حتى لا تروا تعارضا بين آيات الله فحاشا وكلا فالقرآن كله يخرج من مشكات واحدة نعم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم لا تعارض بين هذه الآية وبين قول تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فهؤلاء أئمة في الضلال أئمة في الكفر أئمة في الفسق أئمة في البدع أئمة في الهوى هؤلاء لم يضل الواحد منهم نفسه ولم يقبل لنفسه الضلال وإنما راح ليضل غيره وراح ليوقع غيره في بحور الشهوات وليسقط غيره من أولادنا في شباك الشبهات ولا حول ولا قوة هذا يأتي ويأتي كل من فتن بسببه يحمل وزره وأوزارهم على رأسه يوم القيامة من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الله 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 شايف دعاة الهدى دعاة التوحيد دعاة السنة دعاة الحق من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا انقص من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا انقص ذلك من آثامهم شيئا اللهم اجعلني وإياكم من أئمة الهدى اللهم اجعلني وإياكم من أئمة الهدى اللهم جنبنا وإياكم الضلال وأئمة الضلال يا أرحم الراحمين خل بالك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة أنت مسؤول عن السمع ومسؤول عن البصر ومسؤول عن الفؤاد عن القلب ولقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الجوارح والحواس فقط وليس معنى ذلك أن الإنسان سيسأل عن هذه الحواس فقط كلا وإنما سيسأل عن حواسه كلها بدليل قوله تبارك وتعالى كل أولئك كان عنه مسؤولة ستسأل عن كل جارحة بل وعن كل نعمة أنعم الله بها عليك طيب يا مولانا ما تفوتش اللطيفة القرآنية التانية لماذا قدم البصر على السمع في آية صورة السجدة ما تفوتناش اللطيفة دي آه الوضع مختلف الحديث هنا عن عالم الآخرة وليس عن عالم الدنيا فالكافرون والمجرمون يرون قبل أن يسمعوا يوم القيامة آه خلاص بمجرد ما يخرج من قبره يشده يؤخذ يفتح عينيه لأنه يرى الحقائق وقد حقت إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت خلاص أول ما يخرج يرى خلاص الرؤية وحدها كفيلة أن يطير فيها قلبه وأن يفزع فيها فؤاده وأن يخرس فيها لسانه خلاص انتقل بقى إلى مرتبة عين اليقين عين اليقين موكم يكذب بعلم اليقين كنا بنقول له قال الله جل وعلا فيكذب كنا نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علم يقين فيكذب قللك لا والله أنا ما أخدش بالكلام ده ليه قللك بالله كلام ما يقنعش العقل كلام العقل يرفضه لا أقبله وطبعا نغم جديدة خطيرة جدا العقل 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 وأنا لا أقلل من قدر العقل ولا يقلل إنسان له مسكة من علم من قدر العقل أفلا يعقلون أفلا تدبرون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق العقل له مجاله وله مكانته وله مكانه وله دوره لكن لا ينبغي أبدا للعقل أن يجعل من نفسه طاغوطا يعبد أو حكما على كتاب الله أو على الثابت الصحيح من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا هبدا الله طبعا بدين ألعوبة بين عقل البشر ده في عقل تعبانة خلي بالكو يا أخواني وحبايب يا أولادي شبابنا اللي مفتوني النهاردة بقضية العقل لك العقل 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 الحديث ده والله مولانا ما نش مقتنع به مش مقتنع به ليه يا ابني لك والله عقلي مش قبله تبدأ الحديث صحيح في أعلى درجات الصحة والله حتى ولو كان في البخاري ما شاء الله ويطلع على شاشة الفضائية من يؤكد على أولادنا هذه المعاني حتى ولو كان الحديث في البخاري لكن البخاري هو نبي ولا هو إله مسلم هو مسلم ده نبي ولا إله حتى ولو كان في القرآن أو الله هناك من ينكر نصوص القرآن وقول لك لا ده النص ده منسوخ وهناك من يقول لا ما فيش نسخ خالص في القرآن وهناك من يقول لا النص ده كالنزل لظروف معينة وفي جزيرة عربية مغلقة وأما الآن في عصر الظرة والفضائية والإنترنت وأتوباس الفضاء ديسكافري وقنبل النووية والذرية والأهيض رجون خلاص لا تلزمون بهذه النصوص التي أكلت دهر عليها وشرب لا نصوص قرآن ولا نصوص سنة خلاص عاوزين إيه عاوزين تفلت عاوزين الحرية عاوزين الانطلاقة هذا يقال لأولادنا ولشبابنا قولك لا تنغلق انطلق تمرد تمرد على بيتك تمرد على أسرتك تمرد على أستاذك تمرد على عالمك تمرد على شيخك تمرد على دينك تمرد على الله خلاص الولد تمرد على كل شيء قرآن مش عاوز يسمع القرآن السنة كلام غير منطقي وغير إلى آخره وإن الله وإن إليه راجعون واقع والأولاد يتمزقون ويتقطعون بل ويتخبطون في بحور من ظلمات الفتن ظلمات من الفتن وفوقها ظلمات أخرى من الفتن وتحتهم ظلمات ثالثة من الفتن بل إذا مد الولد المسكين من أولاد يده لعل يد متوضئة طاهرة نقية تقية أن تنتشله فتكذب الولد مرة أخرى أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين لأولادنا ممن لا يريدون لهم أبدا أن يتربوا على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولاه خلي بالك ولما رأى المجرمون النار خلاص هذا يكفي وانتقل إلى مرتبة عين اليقين كان مكذبا مش محتاج في الأخرة نقول له اسمع بقى تاني شوف الحج لا ما خلاص لا ده هو يرى بقى يرى خلي بالك من لطيفة هل استوعبتموها أيها الأجلاء الفضلاء وَلَمَّا رَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ أَيَا أُخْرَى وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُواقِعُوهَا خلاص يبقى ده رؤية برضو قدم الله عز وجل الرؤية أما في قول الله تبارك وتعالى يقول الله عز وجل وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ حالهم بقى ناكسوا رؤوسهم عند ربهم الله آه بعد ما كان شامخ كان شامخا بأنفه رافعا رأسه في الدنيا بالظلم آه فليرفع رأسه كل مؤمن صادق فليستعلي استعلاء الإيمان وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إن كنتم مؤمنين لكنه كان شامخا رافعا رأسه بالباطل وبالكذب وبالضلال وبالبطش وبالطغيان يبقى في الآخرة ينكس رأسه في الأرض وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا آه نعمل صالحة إنا موقنون خلاص تيقننا انتقلوا من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين مش علم يقين وفقط ولا عين يقين وفقط لا ده حق يقين إنا موقنون خلاص رأوا رأوا النار رأوا النار يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنها تمتخيل معا كلام النبي يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرنها هل تصورت الحديث روه مسلم يا الله ما شهد يقلع القلوب أوراء المجرمون النار ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسيم عند ربيم ربنا أبصرنا فقدم البصر هنا على السمع في هذا الموطن الوحيد من مواطن القرآن في تقدمة صريحة للبصر على السمع لأنهم انتقلوا من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة فكان من الواجب أن يروا قبل أن يسمعوا لأنهم سمعوا في الدنيا كثيرا وأعرضوا فانتقلوا من مرتبة العلم إلى مرتبة عين اليقين ثم إلى مرتبة حق اليقين ولا حول ولا قوة إلا بالله أسأل الله أن يصطر أن أكون أما بالنسبة للمؤمنين هذه المراتب من مراتب اليقين في حقنا أن أقول لكم الآن قال الله وقال رسوله قال الله جل وعلا كذا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا تقول لي آمنت بالله ورسوله سمعنا وأطعنا أنا على يقين علم يقين أن هذا كلام الله ورسوله يبقى دع علم يقين طيب ينتقل أهل الإيمان بفضل الله تبارك وتعالى إلى الآخرة فيرون الجنة ويرون النار بل ومنهم من يراها على فراش الموت يرى مقعده في الجنة ويرى مقعده من النار فينتقل في هذه اللحظة أو حتى في لحظة الآخرة من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين رأى بعينه طيب إذا دخل المؤمن الجنة يبقى أنتقل إلى أعلى مراتب اليقين وهي مرتبة حق اليقين أضرب لك مثلا في الدنيا لو قلت لك مثلا مثلا عندي عسل سدر جميل وأنت تصدقني وما جربت علي الكذب تقول لي أصدقك فهذا التصديق بالنسبة لك علم يقين فإن أحضرت لك عبوة العسل ورأيتها بعينك وقلت هذا هو انتقلت من مرتبة علم اليقين إلى مرتبة عين اليقين فإذا أخرجت لك ملعقة وذو أعطيتك ملعقة وتذوقتها انتقلت من مرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين أسأل الله أن يرزقنا لكم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إنه ولي ذلك والقدر عليه واليقين الإيمان كله اليقين هو الإيمان كله كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله اليقين الإيمان كله طيب ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة يبقى السمع أمانة طب ألا تستحي من الله عز وجل وانت قعد طول الليل وطول النهار تسمع أغاني ده سمعك ده أمانة أنت لسه أعدل بتسمعي أغاني أنت لسه راكب سيارة ما شاء الله أحدث مضل وحاطت سطوانة أو شريط كاست لمغني عربي ولا لمغني أجنبي وعمل تسمع بصوط عالي حتى من تشعوز تسمع لوحدك ده انت عاوز تسمع الآخرين في كل من يمشي إلى جوارك في الطريق ألا تستحي من ربك الذي أنعم عليك بنعمة السمع بهذه الحاسة وهذه الجارحة بدل ما توظف هذه الجارحة في طاعة الله لازلت توظفها هذا التوظيف البشع في معصية الله جل وعلا السمع ألا تستحي يا من تتجسس على الخلق ألا تستحي من الله ألا تعلم أن الله قادر على أن يسلبك سمعك يا من تتجسس يا من تتلصص يا من تجلس في المجلس بنية أن تسمع لتنقل اتق الله اتق الله المجالس أمانة وسأتحدث عن أمانة المجالس موضوع جارح ومؤلم من نتحدث عن الأمانة بنشم رائحة الخيانة العفنة في كل الجهات إلا من رحم رب الأرض والسماوات اللهم اجعلنا من أهل الأمانة وجنبنا الخيانة وطهرنا من كل صورها يا أرحم الراحمين سمع وبعدين بقى نسمع الفتاوى يا مولانا ما حكم الغناء الغناء كلام حلاله حلال وحرامه حرام يا مولانا بنسألك عن الغناء اللي مجد الوقت بنسألك عن الفيديو كليب بنسألك عن المصائب السوداء التي نراها على شاشات الفضائيات مش عاوزين نتنظيرا باردا باهتا لا علاقة له بالواقع نسألك عن هذا البلاء وعن هذا الوباء الذي يحول الزهادة العبادة إلى فساق الفجار الذي ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل فيه رجل عنده دين عنده ذر الدين وخوف من رب العالمين وتوقير لسيد النبيين صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الغناء الذي ترونه على بعض الشاشات في الأفلام والمسلسلات وفي حفلات الأغاني ويعني غاية تكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي بلاد المسلمين وإن الله وإن الله راجعون استقبل مغني هنا أو هناك أو هنالك استقبال الأبطال الفاتحين استقبال الأبطال الفاتحين وإن الله وإن إليه راجعون ولو تكلم عالم يمزق بهذه الأقلام وربما يتهم بكل التهم وربما تلفق له كل التلفقات من أجل إسقاطه والله جل وعلا هو وحده القادر على كل شيء وهو الذي يملك كل شيء قل إن الأمر كله لله الغناء الغناء الذي أنبت النفاق في القلوب والذي إن دل الآن فإنما يدل على تدني حتى الذوق حتى ما في الذوق ذوق في الكلام كلمات غريبة وعجيبة مش معنى كده إن الكلمات في ذوق يبقى الغناء بالوضع ده امرأة بتغني بالشكل ده موسيقى صاخبة شعور مرسلة برفانات عاصفة حفلات مختلطة جمعية هل يقول بذلك بحل ذلك رجل يتق الله ذرة واحدة لا ورب الكعبة لا ورب الكعبة لا يقول بهذا وبحل هذا رجل يخشى الله أبدا أبدا وإلا فالكراسي زائلة والمناصب فانية والدنيا إلى زوال والكل ساقف بين يدي الكبير المتعال للسؤال عن القليل والكثير والصغير والكبير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى السمع يا حبيبي في الله سمعك أمانة نعمة كبيرة والله العظيم ده أنت بس ودنك لما تتعب شوية ويطلع لك فيها يعني حبية داخلية كده وتلاقي يا الله يا الله والله ما تنام والله ما تنام والله ما تنام لو ودنك بس يعني فيها ألم لو فيها وش والله ما تنام لو درسك بس فيه ألم والله ما تنام طب تتذكر هذه النعم وهي بغاية الكمال والتمام والعافية وأداء المهمة والوظيفة لتوظفها فيما خلقت من أجله فيما خلقت من أجله لا تسمع إلى ما حرم الله يا أخت الفاضلة يا بنت الغالية لا تسمعي إلى ما حرم الله الغناء يا بنت ديون بتنفق في قلبك والله العظيم سيقربك من المعاصي وسأزك على المعاصي أزاً لا تجلسي أمام هذا ولا تجلس ولد الغالي خاطب شبابنا أمام هذا خذ القرار برجوله الآن طلع استوانث الغناء سجل عليها استوانة أخرى سجل على القرآن سجل على شريطاً أو حلقاً لرجل من أهل العلم ممن تحبهم يا سلام لما تسمع كده الأصحاب الأصوات الجميلة وهم يقرؤون القرآن تبقى نشد يا مولانا ينفع ماشي ما فيش بأس ما فيش بأس أن تروح عن قلبك بعض الوقت بسماع هذه الأنشيد الجميلة التي ترقق القلب وتبكي العين وتحمس القلب للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما فيش بأس وإن كنت أقول لا تجعل كل حياتك أيضاً أنشيد لكن لا بأس النفس جموح تحتاجه في وقت إلى شيء من الترويح فليكن الترويح منضبطاً بضابط الشرع فليكن الترويح أيضاً حلالاً وليس كما يقال ساعة الألبك وساعة الربك ساعة الألبك يعمل اللي أنت عاوزه من المعاص لا 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 إطلاقاً ولكن ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة بنص حديث حنظلة في الصحيح مسلم يعني ساعة داعي فيها زوجتك وأولادك وانشغل فيها بضيعتك أي بتجارتك والساعة الأخرى سنشغل فيها بربك سبحانه وتعالى فلتبكي حتى تخضل لحتك من البكاء مش معنى ساعة الألبك إننا الساعة دي بقى خلاها في المعاصية أبقى صايم طول اليوم في نهار رمضان وبالليل أطلع بقى أفعل ما شئت من المعاص حاشا لله حاشا لله والله ما قال هذا أبداً سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب السمع مش حاوزة طويل أوي طيب البصر السمع لا تسمع إلا ما أحله الله لك ولا تسمع ما حرمه الله عليك البصر النعمة الكبيرة العظيمة الجليلة يا الله أنت مش أخذ بالك من قدر النعمة دي نعمة من أعظم النعم لا يشعر قدر نعمة البصر إلا من فقد نعمة البصر أسأل الله أن يعوض من فقد نعمة البصر نور البصيرة وأن لا حرمني وإياكم نور البصر والبصيرة إنه ولي ذلك والقادر عليه البصر نعمة يلا أنظر أنظر يا أخي في الآيات أنظر إلى السماية وارتفاعها أنظر إلى الأرض واتساعها أنظر إلى الجبال وأثقالها أنظر إلى الأفلاك ودورانها أنظر إلى البحار وأمواجها أنظر إلى كل ما هو متحرك أنظر إلى كل ما هو ساكن والله إن الكل يقر بكمال الله ويعترف بالتوحيد الله ولا يغفل عن ذكر الله جل علاه ما تنظرش إلى المعاصي تنظرش إلى المحرمات انت بألك الدئيب اتقضل للأمام الأفلام الداعرة لباحية يا شيخ اتق الله واستحي من الله وأنت يا للعار والشنار يا للمصيبة بنت من بنات المسلمين امرأة من النساء المسلمين تجلس أمام هذا العفن وأمام هذا القذر بحجة ماذا بحجة ماذا يا أختاه ويا بنتاه بأي حجة حتى ولو كنت متزوجة حتى ولو طلب منك زوجك هذا أبدا أبدا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأنت ترتكبين معصية بشعة شنيعة تنظر بعينك لإيه وأنت بتظر بعينك إلى إيه والله العظيم وخلي بالك يا أولادي وشباب أنا بخطب يا أولادي والله العظيم قد تحرم من لذة العبادة سنة وقد تحرم من صلاة الفجر شهرا بنظرة واحدة محرمة والله والله قد تحرم من لذة العبادة سنة أو أكثر أو أقل بنظرة محرمة فما ظنك بمن يجلس طوال الليلة أمام موقع قذر من المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت ما ظنك بهذا إيه اللي يرجى منه هل يرجى من هؤلاء عمارة للدين أو للدنيا لا إطلاقا لا هو يفلح لا في دين ولا في دنيا لن يفلح لا في دين ولا في دنيا إلا إذا تاب وآب وعاد إلى الملك الوهابي سبحانه وتعالى يبقى أنت بتنظر بعينك إلى إيه لما لا توظف هذه الجارحة هذه الأمانة التي استأمنك الله عليها فيما يقربك من الله انظر تنبر تفكر انظر بعينك إلى آيات الله جل وعلا وما أكثر الآيات وما أعظم الآيات يا سلام والله العظيم والله العظيم إن نظرة إن نظرة واحدة فاحصة مدققة للسماء في ليلة صافية من الليالي القمرية إن تلك النظرة لتملأ القلوب الحية بعظمة الله وجلاله وكماله سبحانه وتعالى يا أخي انظر انظر إلى هذه القبة السماوية الزرقاء لتتعرف على عظمة رب الأرض والسماء جل جلاله انظر إلى هذه الحديقة الغناء التي تمر عليها كل يوم وأنت خارج من بيتك إلى سيارتك وأنت تمر في حديقة على حديقة من الحديق العامة يا أخي انظر انظر يا أخي إلى هذه الورود معذرة إلى هذا الورد لأن الحقيقة كلمة ورد لا تجمع على ورود أبدا لا تصح لغة وهذا يعني سبق لسان مني لا تصح أن أجمع لفظة ورد على ورود وإنما الورود من باب الورود على الشيء أو الذهب إليه فبئس الورد المورود ولا حول ولا قتل انظر إلى هذه الوردة وانظر إلى هذه الزهور وإلى هذه البساتين وهذه الحدائق الغناء والفيافي الخضراء يا أخي سبحان الله ورد حمراء وجنبها بيضاء وإلى جوالها صفراء وإلى جوالها يا الله كل دفطين وحده وفي أرض وحده ويسقى بماء واحد أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله يا أخي اسأل نفسك أإله مع الله أإله مع الله مش ممكن أبدا طب اطين وحده اطين وحده كان لازم تبقى الثمر وحده وكان لازم يبقى الطعام واحد إنما سبحان الله ورقة التوت طعام واحد ورقة التوت طعام واحد تأكلها الغزالة فتعطينا مسكة وتأكلها الشاه فتعطينا لبنا ولحمة وتأكلها دودة القز فتعطينا حريرة الطعام واحد وعصارة الطعام مختلفة بهذه الصور إنها لا تعمل أبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور انظر إنما توظف النعمة دي في معصية الله جل وعلا هذه الجارحة هذه الأمانة طيب والفؤاد هذا موضوع تاني موضوع كبير موضوع كبير لكن عشان نعملش حلقة تانية للفؤاد خلينا نقول باختصار في كلمتين الفؤاد ده موضوع كبير جدا ده عليه مضار السعادة والنجاح في الدنيا والآخرة على الفؤاد على القلب يوم لا انفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم هو ده لا بمال ولا بمنصب ولا بجاه ولا بوجاه ولا بقلب سليم الله لما بروح بقى كده يعني شوف أبائنا الفلاحين الطيبين وأمي والناس الأصحاب الفطر الطيبة النقية القلوب الصفية السليمة اللي ما فاش حقت ولا فاغش ولا فاغسد أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ قلوب وتلاقي مناظر ما شاء الله وأشكال بس قلوب أعوذ بالله حاقدة حاسدة مبغضة مليانة هوة مليانة حسد إن الله وإن إليه راجعون كل ده ما ينفعش كل المناظر الكدابة ده ما تنفعش لا النجاح مضار النجاح على قلب بس قلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الشرك سليم من الشك سليم من الغل سليم من الحقد سليم من الحسد سليم من الهوى سلم لا يسلم القلب كما يقول شيخ ابن القيم لا يسلم القلب حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تناقض السنة وغفلة تناقض الذكر وشهوة تناقض الأمر وهوى يناقض الإخلاص مش بقول لحضرتك موضوع كبير تم تشوف كلام البشير النذير كما في الصحيحين من حديث نعمان بن بشير صلى الله عليه وسلم يقول وفيه فيه في الحديث يقول حديث جميل من قوله كله الحلال بين والحرم بين وبينهما أمور مشتبهات لا أعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه كالراعي يرعى حول الحمة يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمة ألا وإن حمة الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قلبك أمانة أحب اللي أنا عاوزه لا مش اللي أنت عاوزه الذي يريد لك ربك أن تحبه آه خلي بالك عشان تحدد أنت فيه أنا بحب اللي أنا عاوزه لا مش اللي أنت عاوزه أنت تحب ما يريد وما أمرك به ربك جل وعلا وسيدك أن تحبه أن تحبه وما أمرك به نبيك صلى الله عليه وسلم أن تحبه خلي بالك أنت بتحب مين بقى دلوقتي حدد حدد الآن أنت بتحب مين هتحشر معاه وحتبعث معاه أنت بتبغض مين من أراد الله لك أن تبغضه فأبغض وإلا هتبقى معاه والله هتبقى معاه النبي قال كده يبعث المرء يحشر المرء يوم القيامة مع من أحب فحدد القلب بيحب إيه وبيحب مين وبيبغض إيه وبيبغض مين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله آه ممكن فلان يصرخ صرخة في ملعب كرة في ملعب كرة لأن الفريق دخل فيه جون يصرخ صرخة يروح فيها يموت فيها ودواقع يا إلى هذا الحد من تعلق القلوب وتعلق الأسماع وتعلق الأبصار عاوز حضرتك تبص على الوجوه في مشهد ضرب الجزاء مشهد ضرب الجزاء عشان تعرف إلا أنا بقول حضرتك ده وتشوف القلوب متعلقة بإيه ولا حول ولا قوة إلا بالله تعلق شديد اللي أنت متعلق به هتحشر معاه وحتبعث معاه يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك كله لا 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 تاني تاني مضوع الوقت خلص بيقول إيه بقول والله لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أرقد طوال الليل قيام وطوال النهار صيام أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله ما نفعني ذلك كله طوال أنت بتبغض الشيخ الفلاني ده ليه بتبغضه ليه رجل يقول لك قال الله قال الرسول رجل على خلق رجل على دين رجل على أدب بتبغضه ليه هذا دليل على مرض قلبك دليل على مرض قلبك إيه مولانا الكلام ده اسمع البول ده لا يبغض المؤمن إلا منافق الأرواح شوف النبي يقول إيه الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اتلف وما تناكر منها اختلف قال الإمام الخطبي يحن المؤمن إلى المؤمنين ويحن المنافق إلى المنافقين لو فيه مجلس فيه ألف مؤمن وفيه منافق ودخل منافق هذا المجلس تتلاقى الأرواح تليه رايح يجلس إلى جوار أخي المنافق الله أكبر ولو فيه مجلس فيه ألف منافق وفيه رجل مؤمن ودخل مؤمن تحن روح المؤمن إلى روح المؤمن فتراهما إلى جوار بعضهم البعض أو حتى ولو يجلس إلى جوار بعضهم ترى الأرواح تتلاقى في حب في قبول في ود إنما لا يحب المؤمن إلا مؤمن ولو يبغض المؤمن إلا منافق مريض القلب خبيث القلب إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود موضوع الفؤاد موضوع كبير وموضوع خطير وإن شاء الله إحنا على الطريق نواصل الحديث لكن الجوارح أمانة أمانة عظيمة جدا وسنسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى وهذه ودائع عندنا فليست الودائع مالا فحسب بل البصر السمع أمانة والبصر أمانة واللسان أمانة والفؤاد أمانة واليد أمانة والرجل أمانة والفرج أمانة وكل جوارحك وكل حواسك أمانة فهل أنت أمين أم أنت مضيع للأمانة هل أنا أمين أم مضيع للأمانة يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أوصل الحديث إن شاء الله تعالى انقدر البقاء واللقاء في الأسبوع المقبل عن مفرداتي ومعاني الأمانة في الإسلام جعلني الله وإياكم أهلا لها وأسأل الله أن يربينا ابتداء على الأمانة لنكون أهلا لتربية أولادنا وبناتنا على هذا المعنى الكبير العظيم إنه على كل شيء قدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته